الفتوى اللي موجودة في موقع منتديات أسود السنة شيخانا رزقكم الله الشهادة والحور العين في الجنة أردت رضي الله عنكم أن أقوم بعملية استشهادية وتقدمت إلى الشيخة بالدماء القصاب فقال لي إننا ابتكرنا طريقة جديدة وغير مسبوقة في العمليات الاستشهادية وهو أن يلاك في دبرك كابسولات تفجير ولكي تتدرب لهذه الطريقة الجهادية لابد أن ترضى أن يلاطى بك فترة كي يتسع دبرك وتكون مؤخرتك قادرة على أن تتحمل عبوة التفجير وسؤالي رحمك الله هل يجوز أن أبيح دبري لأحد الإخوة المجاهدين إذا كانت النية صالحة والهدف يعني ممكن تدريب على الجهاد ليقوم بتوسيع دبري فحمد الله الشيخ وأثنى عليه وقال الأصل أن اللواط محرم ولا يجوز قير أن الجهاد أولى فهو سنام الإسلام وإن كان سنام الإسلام لا يحقق إلا باللواط فلا بأس فيه فالقاعدة الفقهية تقول الضرورات تبيح المحظورات وما لا يتحقق الواجب إلا به فهو واجب وليس هناك أوجب من الجهاد وعليك بعد أن يلا أطبك أن تستغفر الله وتكثر من الثناء عليه وتأكد يا أبني إن الله يبعث المجاهدين يوم القيامة حسب نياتهم ونيتك إن شاء الله نصرة الإسلام أسأل الله أن يجعلك ممن يستمعون الغول ويتبعون أحسنه هذه الفتوى اللي خلت واحد قبل فترة أن يقوم بعملية تفجيرية في كان وزير الداخلية نايف بن عبد العزيز كان مستخدم هذا النوع من أنواع المتفجرات داخل دبرة ترجمة نانسي قنقر